تعرف على كيفية زيادة هرمون التستوستيرون عند الرجال التستوستيرون هو هرمون جنسي يلاق أدوار مهمة في الجسم عند الرجال يعتقد أنه ينظم الدافع الجنسي وكتلة العذاب وتوزيع الدهون وكتلة العضلات وقوتها وإنتاج خلايا الدم الحمراء والحيوانات المنوية كيفية زيادة هرمون التستوستيرون عند الرجال أولا تحسين نظام الغذائي يفيد اعتماد نظام غذائي صحي والحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون بطريقتين أساسيتين يعزز فقدان الوزن والوزن الصحي ويقلل من فرصة ارتفاع السكر في الدم يشتمل النظام الغذائي الصحي على الكثير من الخضر والفواكه وكربوهيدرات الحبوب الكاملة وكميات معتدأة من الدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك المفتاح لاتباع نظام غذائي صحي عند محاولة رفع مستويات هرمون التستوستيرون هو تجنب الكربوهيدرات المكررة والبسيطة مثل تلك الموجودة في رقائق البطاطس والأطعم السريعة أيضا تناول المزيد من البصل والثوم فهم قد يساعدونك في تكوين حيوانات منوية أكثر وأفضل كلاهما يرفع مستويات الهرمونات الذي يحفز الجسم على إنتاج هرمون التستوستيرون ثانيا عليك أن تحصل على قسط كاف من النوم يعد الحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة أمرا مهما للحفاظ على صحة جيدة بشكل عام مما يعزز على الأرجح مستويات هرمون التستوستيرون الكافية بشكل عام تحدث معظم إفرازات هرمون التستوستيرون أثناء النوم مما يعني أن للنوم تأثيرا مباشرا على مستويات هرمون التستوستيرون لديك تذير البيانات أن الحصول على أقل من ثماني ساعات يوميا من النوم يمكن أن يقلل من هرمون التستوستيرون لدى الرجل بنسبة تصل إلى 15% في اليوم التالي تقليل التوتر يؤثر الإجهاد على صحتك بالكامل بما في ذلك مستويات هرمون تستوستيرون لديك عندما تعاني من الإجهاد يفرز جسمك هرمون يسمى الكورتزول يساعد هذا الهرمون جسمك على الاستعداد والاستجابة لهذا الضغط ومن ثم يعود جسمك إلى طبيعته ولكن عندما تكون متوترا في كثير من الأحيان تعاني من التعرض المطول للكورتزول وتظهر الدراسات أن الكورتزول المنتشر في مجرى الدم يقلل من مستوى هرمون التستوستيرون واحدة من أفضل الطرق لتخفيف التوتر هي قضاء بعض الوقت لنفسك والقيام بشيء تستمتع به حتى لو كان ذلك للبضع دقائق فقط كل يوم ترجمة نانسي قنقر